مع تقلص ساعات تزويد المواطنين العراقيين بالكهرباء اثر دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة احيانا كثيرة لأكثر من نصف درجة الغليان في معظم المدن والمحافظات العراقية الجنوبية والوسطى وتشير بعض المصادر الى وصول الدرجات لنحو 62 درجة تحت الشمس ونحو 50 درجة تحت الظل في العديد من المناطق العراقية ما يفاقم من معاناة الناس في هذا الصيف اللاهب وبحسب هيئة الانواء الجوية وتنبؤات خبراء الطقس والمناخ فان صيف العراق هذا العام سيكون شديد الحرارة وان درجات الحرارة خلال شهور الثلاثة المقبلة ستكون عالية اكثر من المعدل السنوي لها وقد دفعت هذه الموجة الحار مفوضية حقوق الانسان لمطالبة الحكومة العراقية بتقليص عدد ساعات الدوام الرسمي في البلاد نظرا لارتفاع درجات الحرارة وطبقا للارصاد الجوية فان هذه الموجة الموسمية الهندية الحارة وتأثيراتها تتركز اكثر في مناطق وسط العراق وجنوبه وحتى بعض مناطق كردستان غياب الكهرباء الوطنية والاعتماد على المولدات الاهلية تسبب في زيادة معاناة المواطنين مع الارتفاع الحاد في درجات الحرارة فالمأساة متشعبة اذ ان شح الكهرباء ينتج عنه شح المياه الذي يحتاجه الناس في ظروف مناخية قاسية عم الريد النام مثل البكاء الريد النام مثل المطي عم بالقرآن انتهينا اله انت تشوفه مرفحه جيخبه يا الغوث اله الغوث مش حالي حالب نابي طالب رطوي رحمتك زيادة 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 شكرا